اكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء ان الهيئة ملتزمة بخططها الاستراتيجية نحو تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء ضمن الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060 واكد رئيس هيئة الكهرباء والماء انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء سيتم اطلاق برنامج كفاءة والذي يهدف الى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص في المملكة بالتعاون مع شركات خدمات كفاءة الطاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بمباني القطاع العام ومن المتوقع يؤدي ذلك لتوفير استهلاك الكهرباء بحوالي 975 جيجو وات بالساعة وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 488 الف طن بحلول عام 2040 بالاضافة الى تسطيح منحن الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة وخفض التكليفة الاستثمارية اللازمة لبناء محطات اضافية لانتاج ونقل وتوزيع الطاقة مشيرا الى انه سيتم اصدار التراخيص للشركات الكبرى المعنية بكفاءة الطاقة وطرح المناقصات التي سيتم عبرها اجراء تدقيق على استهلاك الطاقة في المباني المستهدفة ومرقبة الاثر والتحقق منه وتقديم الحلول التمويلية للمشتركين من القطاع العام اشتركوا في القناة